هذه الحرب الاقتصادية نعلن نحن رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا دعمنا الكامل للشعب والحكومة التركية في مواجهة هذه الحرب لن نترككم وحيدين في محنتكم وسنبذل ما أمكن لتعافي ليرتكم وخروجها من أزمتها المالية رسالة وجهها مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال العرب إلى تركيا من خلال مؤتمر صحفي تناول الأزمة المالية التركية وبحث الإمكانيات المتاحة للمساهمة في إنعاش الاقتصاد التركي بأياد عربية الاستثمار المباشر هو مهم جدا جدا وهذا نخاطب به رجال العمال الدعاية للسياحة في تركيا وهذا نخاطب به المواطن العادي وأيضا كما قلت هو ضحض الحرب النفسية أو العامل النفسي وأيضا التوجه نحو الناحية الإعلامية فكل هذه العوامل هي مهمة من أجل هذه الحملة ولا نقصد فقط هو الاستثمار المباشر بملايين الدولارات أو مليارات الدولارات ورأى المؤتمرون أن دعم الاقتصاد التركي يأتي من خلال الاستثمار في شتى المجالات الصناعية والسياحية ودعم مبادرات الحكومة التركية التي تهدف إلى تخفيض الديون الخارجية فضلا عن التعاون معها في السياسات الاقتصادية طويلة الأمد إضافة إلى الاتصال والتعاون مع رجال الأعمال الأتراك بهدف رسم خطوات عملية متوافقة مع احتياجات الشعب التركي الاستثمار في تركيا هو استثمار مجدي والاقتصاد تركي اقتصاد قوي ونحن كمستثمرين موجدين في تركيا نؤمن به ومستمرين به ونوسع أعمالنا في تركيا ويسعى المؤتمرون إلى تأسيس مظلة تضم المستثمرين العرب في تركيا ضمن مؤسسة واحدة قادرة على التفاعل مع حركة السوق كما توقعوا أن تجدي هذه الخطوة في زيادة الاستثمارات العربية بقيمة 100 مليار دولار على مدى الخمس سنوات القادمة نعتقد أنه سيصل إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وسيكون في قطعات متعددة وواسعة ليست قطاع واحد وختم المؤتمر برسائل تطمينية للمستثمرين من كل أنحاء العالم عن خصوبة السوق التركية للاستثمار وديناميكية اقتصادها المتجدد القادر على التغلب على الأزمات العابرة